مبارة دي هتخلص لمين من وجهة نظر؟ هي مبارة صعبة صعبة التكاهم بيها طبعا أكيد لكن أنا شايف أقرب فنيا هو الزمالك رغم الهدوءا أكتر هو البرامدز اللي بيلحق الزمالك لكن الزمالك فنيا أعلى حاليا بكتير قوي فنيا على مستوى المدير الفني أو فنيا على مستوى التشكيل التشكيل واللعيبة رغم الغيابات لأن الزمالك بيعيش في حالة انتعاشة كبيرة جدا بيعيش هدوء باستقرار واخد بطولة لسه من أقل من شهر فكل دي هت بتدي له انتعاشة كبيرة جدا على الجانب الآخر البرامدز برضو عنده العيبة كبار جدا فالمبارة على الورق 50-50 ممكن بس الجمهور هيفرق شوية مع نادي الزمالك بطايم